وزير العدل الفرنسي إيريك موريتي قال بأنه سيقوم بمعاقبة والدي الأطفال المشاركين في الاحتجاجات المستمرة على خلفية مقتل شاب نائل برصاص شرطية واش قال أيضاً إن الآباء والأمهات الذين لا يهتمون بأطفالهم دون 17 عام ويتركونهم في الخارج ليلاً وهم يعرفون أين يذهبون سيواجهون عقوبات تتراوح بين السجن لمدة عامين وغرامة مالية 30 ألف يورو آه الآن تنقل مش فقط المسؤولية للوالدين قالش تحكموا في ولادكم إلى آخره تنقلهم أنك تقولوا إذا ما تحكمش نعاقبك لكنكم لم تتركوا سلطة أبوية سياساتكم هي كسر السلطة الأبوية خاصة إذا كان هذه العائلة أو هؤلاء الآباء ليسوا دي فرنسي دي سوش ليسوا دي جيديو كريتين خلا نقولها بصريح العبارة من خلفياتهم طبعاً أغلبية الفرنسيين أصلاً لا يؤمنون الآن ملحيدين يعني لكن الخلفية جيديو كريتين يعني لما يكون الإنسان الأسرة ما هي أعرف أسر دولهم ولادهم قالوا لهم لكم تعلموا فيهم في الصلاة كون جاء الصانع القرار في فرنسا يفهم يعرف بأن الصلاة تأمر بالخير تنهى عن المنكر لكن هو الصلاة بالنسبة له هي لم ألقام هذا الصلاة هي الإرهاب هي من يشعر التطرف هي لكن كثير من الفرنسية كتبوا فرنسيين خاصة اللي بولوتولوج اللي يعرفوا اللغة العربية وكان عندهم أكسس لها أو اللي بدلوا جهد في فهم الإسلام منهم فرنسوا بير قادرنا نعطيهم مثال دائما لأننا نعتبروا من الأفضل ومن الأروع قالوا لهم لا إنكم تحاربون دين المفروض تخلوه باش يساعدكم لأن الإسلام يهذب الإنسان يجعل له أخلاقا يقول له لا تسرق لا تكذب لا تزني آه هذه لا تزني ربما تعجبكمش آه لا تسب لا تشتم لا تحرق الآن أصبحت الأسرة هي المسؤولة لما فيش عمره 17 عام لكنكم أضريتوا بالأسر كسرتوهم كي لديت لهم أولادهم السوسيال وتبعتكم سويد وتبعتكم ألمانيا وخذيت السوسيال ثم اللي بديتوا بها بلاك ولا أنتم الأكثر إذن كيف تنزع السلطة الآبوية من الآباء ثم تطلب منه أن يكون مسؤولا على تصرفات أبناؤه إذا كان قلم 17 سنة هذه قمة التناقض هذه قمة لا عقلانية في من يزعمون أنهم العلمانية العقلانية والاريبيبليك خريب وهذا كتبت عليه بعض الصحافة الغربية خاصة الأنجلوساكسونية لأن صراحة صحافة الأنجلوساكسونية حتى من حينما لا نتفق معهم في بعض المواضيع ما عندهمش هذه الاريزون ديتا والليليميت وعلاقات مع دولة أخرى الصحافة الأنجلوساكسونية تخرج هنا مرات يحطموا الحكومة يكسروها وكين مرات وين أطاحوا بحكومات معنا بلهمش مرة أسألت أنا صحافي بريطاني وقلتوا ما عندكمش لاريزون ديتا قال لي ما عندناش ماشي يالي لاريزون ديتا قال لي بدعة فرنسوية قال لي الفرنسيس عندهم حدود ويضعون حدود والدولة تتدخل في أشياء كثيرة قال لي احنا لا هنا الدولة هي عبارة عن تقوم بأمور بسيطة تنظم نجتمع والإعلام يراقبها بقوة وما عندناش حد ترجمة نانسي قنقر